في العراق هناك تراجع كبير في أوضاع النساء وعلى كافة المستويات لأن النساء والفتيات واجهت تحديات كبيرة نتجت من عقود النزاعات والعقوبات الاقتصادية التي شهدها العراق بسلسلة من هذه الحروب والصراعات المسلحة ابتداء من الحرب الإيرانية وسقوط النظام والحرب والاقتتال الطائفي وأخيرا حرب داعش أكيد هذا السقوط النظام والاحتلال أدى إلى تدمير المؤسسات الوطنية وظهور اتجاهات الاجتماعية الطائفية والأحزاب السياسية الدينية المحافظة وكذلك الجماعات المتطرفة الإرهابية المسمى في داعش طبعا كل هذه نتائج هذه أكيد ساهمت في عرقلة إعادة بناء نظام الحكم بعد الحرب وهذا يؤدي بدورة تأثير المضاعف على النساء والفتيات في الأوضاع على كافة المستويات أيضا انهيار شبكة الضمان الاجتماعي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء يعني إذا نشوف بأنه الدستور العراقي ينص على أن النساء تتمتع بحقوق متساوية في التوظيف دون تمييز لكن التشريعات العراقية نفسها تحتوي على نصوص تمييزية إلى جانب القوالب النمطية والمواقف السائدة بين الجنسين فهناك تراجع كبير في أوضاع النساء لكن إذا تحدثنا عن وضع الحركة النسوية ودور الحركة النسوية على السياسات أكيد يعني تعتبر الحركة النسوية المحور لأي تغيير إيجابي على صعيد حقوق المرأة فنجد هناك نشاط قوي للمنظمات النسائية والشبكات والتحالفات على مستويات متعددة مثلا على مستوى إقرار نظام الكوتا تبني الكوتا ويكون جزء من الدستور العراقي كان دور كبير إلى التحالفات النسائية وأيضا تطوير الخطة الوطنية نجد النساء لها دور كبير في الحضور في المؤتمرات الدولية وإيصال صوت النساء